بالرغم من بدء حملات الدعاية الانتخابية منذ يوليو الماضي إلا أن الأحزاب المتنافسة في قليم كردستان امتنعت عن الترويج لمرشحيها عبر أساليب الدعاية الانتخابية المألوفة فيما اكتفى المرشحون المستقلون بنشر ملصقاتهم في بعض ساحات وشوارع المدن سيما العاصمة أربيل التي تخلو ما يدينها حتى الآن من أي مظاهر انتخابية مختصون عزوا أسباب تأخر إطلاق الحملات الدعائية من قبل الأحزاب لا سيما الحاكمة والمتنفذة منها إلى تخوفها من احتمالات إرجاء عملية الانتخابات المبكرة برمتها قرار بعض الأحزاب والطيارات السياسية العراقية بمقاطعة الانتخابات المقبلة سبب خوفا لدى مرشحي أحزاب الإقليم من إمكانية إرجاء الانتخابات ولكن بعد عدود تلك الطيارات عن قرار المقاطعة باتت العملية الانتخابية حتمية وبالتالي ستطر الأحزاب وحتى المرشحون المستقلون إلى تكثيف حملاتهم خلال الفترة المتبقية من جانبها تكثف منظمات معنية بشؤون الانتخابات في الإقليم من جهودها لحث الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المرتقبة وتجزم بأن عملية تحديث دقيقة أجريت على الأجهزة التي ستستخدم في عملية الاقتراع لضمان أكبر قدر ممكن من النزاهة باعتقادي هناك تطوير على هذه الأجهزة من قبل هذا المجلس الجديد تطويرات وتحسينات تقنية بالإضافة إلى إضافة بعض الإجراءات الاقتراع أو اليدوية والإجراءات العملية حتى يتم الضمان بأن لا تكون هناك خروقات كبيرة في هذه الانتخابات وللمرة الأولى منذ عملية إعادة انتشار القوات العراقية في المناطق المسمات دستوريا بالمتنازع عليها قبل أربع سنوات سيشارك الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بمرشحين عنه في محافظتي كاركوك ونينوى في هذه الجولة الانتخابية تركز الأحزاب المتنافسة ومرشحوها في الترويج لدعايتهم الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الأقل كلفة والأسرع وصولا إلى جميع الناخبين هيوة عزيز سكاي نيوز عربية أربيل